الجزائر الشقيقة عدت العدة لإنجاح هذه القمة من خلال التحركات التي شهدتها الأشهر الأخيرة للوصول إلى جملة من التوافقات التي سيكون لها أهمية كبيرة فيما يتعلق بأعمال القمة والنتائج إن شاء الله أيضا لا شك أن هذه القمة التي تنعقد في الأول من نوفمبر لها رمزية خاصة باعتبار أنها تتزامن مع انطلاق ثورة التحرير في الجزائر توصل الفسائل الفلسطينية إلى ما توصلت إليه في هذا اللقاء الأخير في الجزائر أمر مهم جداً ونأمل بالطبع أن يجد طريقه إلى التطبيق خاصة وأن هناك سنة كاملة يمكن اختنامها في التحذير للانتخابات الرئاسية والتشريعية إلى آخرهم استعادت ألقى الدبلوماسية الجزائرية في الفترة الأخيرة وانعقاد القمة في الجزائر بعد أعتقد تأخر دام تقريباً ثلاث سنوات طبعاً هناك ظروف موضوعية هي سبب في هذا التأخر لكن انعقاد القمة واحتضان الجزائر للقمة دليل على هذه العودة الميمونة إلى الحركية الدبلوماسية الجزائرية حركية الدبلوماسية الجزائرية أمر مهم بالنسبة إلى المنطقة العربية لأن الجزائر تعمل وفقاً لجملة من المبادئ الثابتة والتي لا تتغير بتغير الظروف هذا أمر مهم جداً ومن الطبيعي أن يكون له تأثير إيجابي على العمل العربي المشترك إن شاء الله شكراً للمشاهدة